ضبط نزيف زيادة سكانية ضبط الانفجار السكاني بهذا الشكل المميت لابد من مواجهة جريئة مصر محتاجة مواجهة جريئة ومصر محتاجة تواجه مشاكلها دون خجل احنا محتاجين قارات غير خجولة محتاجين مسؤولين لا يتسموا بالخجل وانا بقول تاني انه الرئيس عبدالفتاح السيسي اعطى المثل ضرب المثل والقدوة في الجراءة في اتخاذ القرار وتابعناه في مؤتمر الشباب لما قال كانت قرارات الاصلاح الاقتصادي لو لم يوافق عليها الشعب لو اعترض الشعب كان الرئيس سيتقدم باستقالته ويترك الامر لاخرين لانه امين القصة ليست قصة جلوس على الكرسي في الحكم وانما القصة ماذا افعل وانا في فترة الحكم هذا هو المعيار اعمل ايه هقدم الى الناس هتسأل قدام ربنا والتاريخ في ايه فانا بقول محتاجين جراءة في اتخاذ القرار لو لم نواجه قضية الزيادة السكانية انا اسف الانفجار السكاني الكارثة السكانية مصر لديها كارثة سكانية كل عام بنزيد اتنين ونص مليون مواطن مصري محتاجين اتنين مليون ونص بقء مفتوح محتاج مدارس محتاج حضانة محتاج شؤاء محتاجين محتاجين هل حجم الانتاج بتاعي والنمو بتاعي بيتواكب مع هذه الزيادة الاجابة لا اذا نرجع لموضوع اتنين كفاية اتنين كفاية جدا واللي عايز يجيب اكتر يبقى بالتأكيد داري بالتأكيد مقتدر يبقى يدفع اكتر وعندي تجارب قاسية تجارب قاسية موجودة تجربة صينية تجربة هندية تجربة غيره خلينا اقول انه محتاجين جراء في التشريع محتاجين التخلي عن منظومة الخجل المجتمعي الموجودة في موجهة هذه القضايا لمجتمع